موسيقى وواضح ان كلنا عندنا مشاكل في الجهاز الهضمي وهو زعلان عشان خاطر مش عايز مشاكل تتخلق حالينا نقول الجهاز الهضمي وقولون والاستيوماتي والطب التقويني وهل خال ان اي حد فينا ممكن يخف من مشاكل الجهاز الهضمي والرقة وهل مريض السكر لازم يستمر على ادوية السكر وهل لو احد عنده ارتجاع او حموضة دائما هل ممكن يخاف منها ولا هي مجرد ادوية بياخذها طول عمره وبيقدر مريض بالمعدة ومشاكل بالارتجاع والحموضة هل مشكلة القولون تتوقع فقط على مشاكل الامساك والاسهال لو انا ما عنديش امساك او انا ما عنديش اسهال يبعنا كده امساكي وقوروني زي الفل او لا وايه علاقة الجهاز الهضمي بالمناعة وهل صحة الجهاز الهضمي في الفترة اللي نحنها تاني وفترة الكورونا ربنا يحفظنا كلنا مهمة ولا ملهاش علاقة بتأثرها على المناعة وهل قولون جهاز الهضمي ليه علاقة بالعموض الفقر اللي دا ما اضعنا الاساسي النهاردة ولا الجهاز الهضمي حاجة والعموض الفقر بتاعنا حاجة والجهاز العصبي حاجة تانية كل دا هنتلونوا النهاردة مع بعض وبرضو لو في اسئلة معاكم او فاين كاش بنرجع على نارشه مع بعض تاني وبسألونا في الكومنتات وان شاء الله بنوضعكم لحضراتكم في اللايف نار خلينا نقول الجهاز الهضمي بتاعنا هو مش مجرد بس ان انا باكل اكله باهدمه وخلاص لكن هو المصنع بتاع جسمنا يعني عشان خاطر المطور العربية يشتغل مهما كان المطور نظيف او حالته كويسة لازم احط بنزين علشان خاطر المطور يشتغل وهل كل بنزين بحطه ده وخلاص يشتغل المطور وانا فيه فرق ما بين بنزين 95 وبين 92 وبين 80 طبعا اكيد فيه فرق كل ما اهتمك بتجودة الطعام اللي بتدخل المصنع بتاعي او جهاز الهضم بتاعي بيخلي دايما انصحاتك كويسة الفيتامينات والعناصر الغذائية اللي جسمك يحتاجها كويسة ان انا بتجنب حدوث الابراض بتكون بصورة اكبر وصورة اوضح خلينا بس النقطة التاني ان الصوت واضح عشان خاطر ماذا اتكلم والصوت مش فوق شكرا يا عيالي تمام خلينا نقول ايه مكونات الجهاز الهضم الاساسية هنقول ان مكونات الجهاز الهضم الاساسية مثل الفم والمريء والمعنى والامعاء الدقيقة او الانتستن والامعاء الغريزة او القرون بعد كده المستقيم وفتحة الشرق خلينا رتدي معلومة جديدة ومهمة وعطاك الثمان جو فيه ده كترة معانا بتابعانا ما ممكن ما يكونش عارفين المعلومة دي ما هي العلقة ما بين الجهاز الهضمى والجهاز العصبي هؤلاء المعلومة كدير منها Vie é بالو منها ان مداية الجهاز الهضمي ونهاية الجهاز الهضمي مرتبطة بمداية الجهاز العصبي ومرتبطة بنهاية الجهاز العصبي طب ايه الكلام ده؟ بنقولك ان فتحة الفم مرتبطة باول فقرتين عمقيتين موجودين في الجسم الفقرة الاولى والتانية مسؤولة عن حاجات معينة في فتحة الفم والفقرة التانية والربعة عجزية مسؤولة العجزية الفقرات العجزية موجودة في اخر عمود الفقر مسؤولة عن اشياء معينة في فتحة الاخراب او الانص علشان كده الاحساس في فتحة الفم مرتبط باول فقرة ع م absolقية والتحكم او الاحساس بفتحة الاخراب مرتبط باخر فقرات في الجهاز العصبي او العمود الفقر ومن هنا فيه علاقة بنا جدا ما بين بداية ونهاية وما بين جهاز عصبي وجهاز هضمي هل بس ديه العلاقة ما بين الجهاز الهضمي والجهاز العصبي من نقول لك لا فيه علاقات تانية هنوضعها خلال الليف النهاردة بس المعلومة اللي احنا عدناها دي كتير من الذكاثر اصلا مش بياخد باله من المعلومة خلينا نقول ان بداية الجهاز الهضمي او سلامته او صحة الهضم ما تبتدي من الفم بتاعنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه حديث فيما معناه ان نوصنا بالكلام اثناء الاكل هل كلنا عارفين ان الاكل والكلام مهمين جدا يحصلوا مع بعض ولا يفضل ما نتكلمش اثناء الاكل في السنة بيقول ان الكلام يفضل اثناء الاكل وده بيخلي دايما الاكل بتمضر بطريقة سهلة بطريقة صحة بتخلي اللعاب اللي بتفرس من غدد اللعبية في الفم بتفرس بعض الانزيمات زي انزيم الامايليز مثلا على سبيل المثال وده بيساعد في هضم الاكل فبالتالي لما ابدأ الاكل بتاعي وانا بمضر كويس وبالتالي الكلام بيساعدني في النقطة دي ببدأ اهضم الاكل بتاعي كويس فببتدي مرحلة الهضم بسم الله صح طيب الناس اللي بتبتدي تاكل بطريقة سريعة او متعصبة او دايما مستعادلة هلين بتاكل دايما بتنزل اكل هوا معلك فبالتالي بسم الله مشكلة الجهاز الهضمي تبتدي مهم فبالتالي ان انا اكل واكل بانضغه كويس وان انا ممكن لو في فرصة ان انا اتكلم وانا باكل دي حاجة صحية جدا بتخلي بداية الجهاز الهضمي بتاعتي كويسة بعد كده بيمر الاكل بتاعنا في البلعوم وبعد كده بيروح للمعدة المعدة هي بداية مصنع الجهاز الهضمي وفيها انزمات كتيرة بتتفرز علشان خاطر تبدأ تهد من الاكل بتاعنا وتحاوله من حاجات كبيرة لحاجات سبيرة ومن حاجات معقدة لحاجات بسيطة علشان يبدأ بعض الانزمات اللي بتتفرز من الكبد والبنكرياس والمرارة برضو بتساعد المعدة في الجزء ده عشان خاطر تبدأ تروح لجزء الامعاء الدقيقة وهي معظم الخطمة بتاعنا ببتدي فيها بعد كده بيمر القولون ودايما فيه مشاكل كتيرة بتحصل لكتير من الناس في القولون علشان كده هنقول نسبة كبيرة جدا من الشعب المصري خاصة عندهم مشاكل في القولون وده برجع لأسباب عديدة كده هنناقش بعضها معنا في اللايف النهاردة الناس متابعنا ولأ تماما ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك مدام حناني خلينا نقول ايه هي اصلا العلاقة ما بين الجهاز الهضمي وجهاز العصب يتحكيين مهمين النربع سيستم او جهاز العصب بتاعنا بتحكي بحاجتين دايما بحاجة بتعمل او مشاكل عضوات الجهاز الهضمي وبتخلي العصارة اللي بتتفلس في كل عضاء الجهاز الهضمي شكالة كويس وجزء من الجهاز العصبي اللي هو البرس المساتيك سيستم مسؤول عن فكرة الهضم او مسؤول عن ان الافرازات اللي بتتفلس برضو في الجهاز العصبي اللي بتتحكم في الجهاز الهضمي بتكون بصورة اقل طبع عشان نوطخ اكتر الجهاز الهضمي دايما بتاعنا بيقسم قسمات اساسيين بيتحكمه في كل جسمنا حاجة اسمها بارس المساتيك سيستم وسمساتيك سيستم الجهاز السمساوي والبرس المساوي وده من خلاله بتتحكم في عمليات التوازن بتاع الهضم بتاعنا طب ايه علاقة القولون بالفاكرة الاولى عمقية الفاكرة الاولى عمقية او الفاكرتين في الرقبة وبعض العصاب اللي بتطلع من المخ بتتحكم في حاجتين اساسيين بتتحكم في الرسط والدرجشن بتاعنا يعني ايه كلام ده بتتحكم في عمليات الهضم بتاعنا وبتتحكم في الرسط اللي بيحصل بكسمنا عشان كده حاجة زي العصب الحائل او الفيجاس نيرد ده من ضمن العصاب اللي بتخرج من الجزء ده وبالتالي بتتحكم في ثلاثين في المية من عمليات الهضم بتاعنا عشان كده لو حد عنده مشكلة في الرقبة او او الفاكرة دايما بتأثر على العصب ده وبالتالي بتخلي عمليات الهضم بتاعنا مش احسن حاجة والجزء التاني من جهاز بارس المساوي موجود في آخر الفاكرتين في العموض الفاكري في الفاكرة التانية والربعة عجازية ودول عند مقصر الحق من ورا ودول بيكملوا شغل الفاكرة الاولى والتانية عنقية عشان خاطر يحسن من عمليات الجهاز الهضمي طيب هل بس ليهم علاقة بالمنطقتين دول ولا فيه علاقة تانية العلاقة التانية اللي اسم باستيب سيسلم اللي موجود في الفاكرة الستة والتاسعة صدرية وده اللي بتوازن ما بين عملية الهضم طيب ايه الكلام عشان احنا مش فاهمين حاجة دايما عشان خاطر اي حاجة في قسمنا تشتغل لازم يكون في حاجة بتشغل الحاجة دي وحاجة تانية بتهدي الحاجة دي يعني على سميل المثال دربات قلبنا مثلا لما نيجي نجري او مثلا بيكون في حاجة بتجي لورانا او كلب دايما بتلاقي دربات قلبك باية سريعة طيب هل ده بيحصل لوحدها كده ولا بيكون في حاجة في جسمنا هي صحيح لا ارادي لكن حاجة بتتحكم فيها اول ما الشخص بينا بيحصله موقف بيخوفه او بيحتاج ان هو يجدي او يعمل مجهود بتلاقي دايما دربات قلبه سريعة طيب و بعد ما الموقف بيخلص بتلاقي دربات قلبه بترجع تاني ترجع للمعدة الطبيعي بتاعها و برضو اسناء النوم بتلاقي معدل دربات القلب بطيئة لما بيصحى و بيبدأ نشغل حركاتنا العادية بتبدأ ترجع للمعدة الطبيعي بتاعها هل ده بيحصل لوحده ولا الجهاز العصبي مسرور عن الحاجات دي منقولك ان الجهاز العصبي مسرور عن الحاجات دي عشان كده على سبيل المثال المعدة فيها فتحات بتقفل و بتفتح زي ما شاهدنا في الفيديو في الاولين الصدف مكانش في واضح ان فتحات المعدة بتتحكم فيها عن طريق الجهاز العصبي الجهاز العصبي بتخلي فتحة من فتحات المعدة او قولون او حركة الامعاء تكون مفتوحة و حركة عضلات شغالة و الجهاز العصبي من مكان تاني بيخلي فتحة المعدة تتقفل و حركة عضلات الجهاز الهضم بتاعنا تكون بطيئة فالكلام ده اعلقته بمشاكل العمود الفقر طيب يعني احنا عمان اكلف فتح وقفل وهضم هل ده لا علاقة بالألام العمود الفقر ومشاكل الفقرات بقولك ايو فيه حاجة اسمها اسوماتو بسر الريفليكس و ده حاجة معروفة في الطب وعليه دراسات وابحاث ان العلاقة ما بين العصاب اللي بتخرب من الفقرات و اللي بتوصل لجهاز الهضم بتاعنا باختلاف يوصل لفين سواء معدن سواء قولون سواء امعاء لما الاشارات بتكون خارجة من العصاب من العمود الفقري بصورة اقل من اللي مفروض تخرج فيها فبالتالي التحكم في اخل وفتح او حركة عضلات الجهاز الهضمي بتكون اقل فبالتالي الجهاز الهضمي بتاعنا ما بيشتغلش كويس نواضح اكتر ولو الناس برضو مش فهنا معادن ممكن تقول لنا تسألنا واحنا ان شاء الله نواضح اكتر يعني لو النجفة بتاعتنا او اي حاجة مصدر اضاءة لنا مش شغال كويس دايما بيشوف السلك اللي بيوصل للنجفة دي هل هو ملمس كويس ووصل النجفة كويس وكل السلك واصل ولا في جزء منه مش واصل كويس فبالتالي الاضاءة بتاعنا جفة دي مش شغالة كويس وده اللي بيعمله العصاب العصاب بتاعتنا لما بتكون وصلة كويس وبتخرج بحركة معينة او درجة معينة من الفقرات وتوصل لجهاز الهضمي بتاعنا والعضاء بتاع الجهاز الهضمي بطريقة صحيحة وكويسة بيخلي الجهاز الهضمي بتاعنا كويس والعكس صحيح يعني لو انا عندي الثهابات في المعدة جديدة وعندي الثهابات في القولون مأثرة على القولون والمعدة بتخلي دايما العصاب مهيبره فبتأثرلي على الفقرات اللي بتطلع عصاب للمعدة والقولون فبتخلي دايما فيه شد في العضلات اللي حوالين الفقرات دي طيب ازاي الكلام ده على سبيل المثال ودعم نشوفه مع حالات كتير جدا الناس اللي دايما عندها مشاكل في الفقر او اخر مقدمة العصاب اللي يجي يقول لي المريد انا دايما بحس بتقلق او دايما بحس بشد في المطاقة دي ولما بنسأله مثلا انت عندك مشاكل في المعدة ويقول لي يا دكتور دا من 15 سنة وانا عندي مشاكل بس ملهاش علاجه ما بتتحلش هل الكلام ده صح ولا غلط هو صح ان هو ليها علاقة او مبين مشاكل الرقبة ومشاكل المعدة وقلوم بس كده كترة وطور بتقليدي ما بيوجودش المشكلتين ببعض طيب الناس اللي عندها مشاكل او الام مبين لحين الكتف هل ليها علاقة بالجهاز الهضمي ولا لا اقولك ان دي نسبة كبيرة جدا من المشاكل اللي موجودة مبين لحين الكتف او في منتصف الزب ليها علاقة اساسية بمشاكل الجهاز الهضمي طيب هل الكلام ده يعني متدرج ما بيننا ولا لا الكلام ده هو ممكن نقول ان الاستيوسي او طب توقيمي هو الطب الوحيد اللي بيتعامل مع الجسم ان هو وحدة وحدة ويجربط كل حاجة بعضهم عكس معظم التخصصات ان انت لو روحت الدكتور عصاب مخ عصاب غالبا ما بيربطش مشاكل او مشاكل الجهاز الهضمي بالعمود الفقري لو روحت الدكتور بطنة ما بيربطش مشاكل البطنة بالجهاز العصابي بس في الواقع والحقيقية ان الجسم بتاعنا وحدة وحدة والاتنين مرتبطين ببعض الناس كده معانا ولا مش معانا طب احنا في علاجنا في المشاكل القولون او الجهاز الهضمي بتاعنا بيعتمد بيعتمد على اربع حاجات اساسية بيعتمد على الجهاز العصابي بيعتمد على الدورة الدموية اللي راحة للجزء ده طب ايه راكد الدورة الدموية بمشاكل القولون و بالمعدة كثير مننا كحالات لما بيرروح للدكتور بطنة يقولوا انت عمدت التهابات في القولون وفي الحقيقة الالتهاب دايما عرض وليس سبب يعني معنا ان انا عند التهاب مش معنا ان انا عرفت سبب مشكلتي ايه لكن اول سبب من اسباب الالتهابات ان الجزء ده ما بيوصلوش دم كويس علشان كده دايما بيكون عرضة للالتهابات طب لما نبص الدورة الدموية بدايتها فين؟ بدايتها في القلب القلب نفسه هو مضخة بتاع الدم يعني انا لو عندي مشكلة في القلب ممكن يعمللي مشاكل في الجهاز الهضمي طب انا لو عملت ايك وطلع سليم معناه برضو ان القلب بتاعي يكون كويس وانا مش كويس ونقولك ان في فرق ما بين مشكلتين اساسيين حاجة اسمها Structural Problem و Functional Problem يعني ايه؟ يعني في مشكلة عجوية في القلب ان انا عندي مشكلة في اسمام القلب عندي مشكلة في الشريان معين في القلب فبالتالي مشكلة بتكون واضحة وعارفين ان مشكلة جاندين وحلها عن الدكتور القلب بصابة عملية واضوية طب بعض الحالات اللي هو عن مكفاءة القلب كأيك ورسم قلب زي الفلب لكن سعب يحس من نبضات قلب سريعة سعب يحس ان ينفسه قصير هل ده معناه ان كفاءة القلب الوظيفية متأثرة؟ منقولك ايوه لان دايما في كتير من الناس بيكون واضع عمود الفقر بتاعه بيكون مثلا على سبيل المثال في الوضع ده وده بيأثر معاه على شكل القفص الصدري وبالتالي بيخلي وظيفة القلب والرئة ما بتكونش احسن حاجة فبالتالي بيخلي كمية النفس اللي مفروض ياخوتها والأوستجين اللي بدخانه في جسمه بتكون قليلة بتخلي كمية الدم اللي بتخرج من القلب بتكون قليلة فبالتالي بيوصل الدم للمعدة والقولون والأمعاء بصورة اقل فبالتالي ما بيقدرش يقوم بالوظيفة بتاعته فبالتالي بيحصلوا التهابات وبيحصلوا مشاكل فلما نجي نعالج المشكلة دي لازم نعالج مشكلة القفص الصدري فوق ومشكلة الدورة الدموية اللي ما بتوصلش كويس عشان خاطر يوصل دم كويس للجهاز الهضمي فبالتالي يقدر يقوم بشغله تم مش فاهمين نوضح تاني لو انا كشخص سليم بس انا مش هواتي كويس هل هيكون تركيزي في شغلي والمجهود اللي انا بقى ديه في شغلي هيكون صح او هيكون زي ما انا عايز او هيكون قليل هيكون قليل هل معنا ان انا مجهودي قليل ان انا شخص مريض لا ممكن زي ما بحصل معنا في الصيام ان اخر ساعتين في الصيام بتلاقي مجهودنا وتركيزنا قليل ليه؟ لان انا خلاص عايز باور عايز طاقة عايز اكتل وعايز اشرف علشان خاطر اقدر اعيد تركيزي ومجودي تاني وده بالضبط اللي بيحصل لما بيكون فيه مشكلة بتدورة الدموية اللي بتحصل للجهاز الهضمي فبالتالي مبقاش قادر يقوم بالوظيفة العادية بتاعكم ايه تاني؟ من تاني نقطة بنعتمد فيها على علاج مشاكل الجهاز الهضمي هي الجهاز العصم لو عندك مشكلة في القابتك او على سبيل المثال الناس اللي مثلا بيطق على المقعدة بتاعتها وده بنشوفه في حالات كتير ان حالة مثلا بتكون في البيت وقعت على المقعدة بتاعتها وبعد فترة بدأ يجيلها مشاكل في الحوق وبعد فترة بدأ يجيلها مشاكل في القولون هل ده دي علاقة بالوقع اللي وقعتها على المقعدة من سنتين ثلاثة ولا لأ من قولك ايوه لان احنا قلنا في اول الفيديو ان جهاز البرس المساوي موجود في جزء منه في اخر فقرتين في العمود الفقني ولما بيحصل وضع ان انا بقى على المقعدة بتاعتي بيعمل ضغط على الفقرات دي ويأثر لي على العصاب اللي بتخرج من الجزء ده ومسؤولة عن جهاز الهضم في اخر تلت منه عشان كده لو حصل المشكلة في الحوض هتأثر لي على وظيفة اخر تلت من الجهاز الهضم التاعي عشان كده لو في مريض حصل المشكلة دي بنبص معالي الحوض ونبص عليه على القطرات العجازية عشان خاطر نشوف هل العصاب بتوصل كويس ولا لا الطيب...وتالت حاجة منبص علي علاقة الجهاز الهضم بالحاجات اللي حواليه يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل حاجة ربنا خليها في جسمنا مرتبطة بالحاجات اللي حواليها بمعنى ايه؟ ان المعدة على سبيل المثال مرتبطة بالحجاب الحاجز الحجاب الحاجز مرتبط بتالت حاجات اساسيين مرتبط بالضروة بتاعثنا ومرتبط بجزء الاسترنام او عظم المنتصة في القفص الصدري ومرتبط بالفقرات القطنية طب لو انا عند النفس في مشكلة هيأثر على وظيفة المعدة منقولك دي حقيقة فعلا ولو حد عنده مشكلة في النفس هيجيله مشاكل في الجهاز الهضمي لان ربنا سبحانه وتعالى لان نعلمنا اردانة في النفس والحجاب الحالي عشان نغضه بطريقة صحيحة ده بيخلي دايما في حركة في جهاز الهضمي كل نفس بغضه بطريقة صحيحة بيعمل لي حركة في المعدة وقولونه الأبعاد وبالتالي دايما بيخلي حركة مستمرة اللي بتحصل فيهم بتخلي وظيفتهم وشغلهم أفضل طب لما حد بياخد نفس بطريقة غلط وبيخلي حركة الحجاب الحاجز لما بتحصلش بالصورة السليمة بيخلي دايما الحركة اللي بتحصل في جهاز الهضمي بتاعي بتقل وبناء عليه بيخلي دايما وظيفتهم بتكون بصورة أسوأ أو مش في أحسن حاجز عشان كده علاقة المعدة بالحجاب الحاجز مهمة جدا لو مريض عنده مشكلة في النفس وحركة الحجاب الحاجز مرتحصلش بالصورة طبيعية هيكون عنده مشاكل في جهاز الهضمي الناس معانا ولا مش معانا والناس فهم الكلام كويس ولا الأمور صعبة شوية تمام يا أستاذ أحمد يوسف ربنا بالك فيك رب ويكرمك ودائما كده تكون في أفضل الصحة وفي أفضل حاجز طبعا كتير من الدكاترة أصلا يعني ما عندوش مشكلة في الحجاب الحاجز يعني أنا يعني مش متخيل أو ما سمعتش مرة من المريض ان هو راح لدكتور بخنا وقال له ان مشكلتك في الحجاب الحاجز عشان كده هات معدتك فيها مشكلة طب خلينا نوضح أكثر فهم المعدة موجود على حرف الحجاب الحاجز يعني فهم المعدة هو بدايته في الحجاب الحاجز فهم المعدة مش صمام يتقفل بالفترة هو مجرد ان المعدة بتاعة تلف على بعضها او الجزء المعدة ده بيلف على بعضه فبالتالي هو بيقفل الافلة دي موجودة على حرف الحجاب الحاجز لما الحجاب الحاجز بيلاقي فيه مشكلة سواء ممكن يكون في مستوى أعلى او في مستوى أقل بيخلي الفتحة ديه ما بتقفلش كويس وبالتالي بيخلي دايما خمض المعدة عنده قابلية ان هو دايما يطلع فيه المريض بتاعك عشان كده دايما تحس بحرقان في المريض طب علاجه ايه؟ هل انك تاخد علاج للحموضة وإلا انك ولا انك تصلح مشكلة الحجاب الحاجز فترجع فتحة ثم المعدة في مكانها الطبيعي فبالتالي تقفل طبيعي فتمنع ان حمض المعدة يخرج في المريض بتاعك هذا فكل الإستيواصي او طبيعي عشان كده لو عندك مشكلة في الحجاب الحاجز و عندك مشكلة في فم المعدة و عندك دايما ارتجاع ή حمودة عالج مشكلة الهجاب الحاجز عالج مشكلة النفس بيخبplatz مشكلة المعدة هتكون احسن فبليتي مشكلة الحد وشكلة القورون القورون بداية بوليتن يمين والذي بالذي comprend ومرتبط بأوطار معينة واشياء معينة ما بين الحوض اليمين وما بين الحوض الشمال لو انا حتى عنده مشكلة في الحوض وعنده الحوض بتاعه لافف او مش فضع طبيعي او دايما بياخد الوضع في الاعداء او عنده مشاكل في الفقرات القطانية هيأثر تأثير سلبي على وضع القولون وانا مثلا على سبيل المثال لو نرى النظارة دي مش فضعات طبيعي على سبيل المثال كده مش هشوف بها كويس على الرغم ان هيك نظارة سليما لكن وضعها مش سمح لي ان انا استخدمها كويس علشان كده الوضع الميكانيكي او التشريحي للاعضاء بتاعتنا مهم جدا وده جزء بيتميز الطب التقويمي او الاستيباسي ازاي بيعملك تقييم لحالة القولون بتاعك بيشوف هل هو في الوضع السليم ولا وضع مش سليم وبناء العلية بيتمي بطرق معينة يا دموية ان انا ببدأ اصلح العلاقة ما بين القولون والاحشاء المحيطة بيه والعظم المحيط فيه وبالتالي وظيفته بتتحسن معايا طب ايه تاني مشاكل مشاكل النفسية الصراحة مشاكل مهمة جدا دايما الناس المتوترة وعندها عصبية دايما دايما جهازهم الهضن مش احسن حاجة يعني انت لو اكلك كويس الدورة الدمائية كويسة العصبة دايما متوتر وعصبي مفيش حل لك غير انك تحاول تعاود نفسك على الهدوء وانك تتعامل بمشاكلك بهدوء عشان خاطر عمر المشاكل ما بتتحل بالعصبية او التوتر المستمر عشان كده التوتر او الاسترس ده مرد مش ظاهرة او حاجة موجودة معاك وخلاص عشان كده ايه لو انت متوتر دايما وعندك عصبية ما تفكرش انك ممكن بحبية صراح قولونك او مشاكلك لان كورون لازم تكون في حالة نفسية مستقرة علشان خاطر يشتغل كويس لانه ده من الحاجات الاساسية اللي بتأثر معانا على وظيفة الجهاز الهضمي عشان كده دايما في ناس كتيرة متشخصة بان هي عندها كورون عصبي كورون عصبي مرموش علاج ليه علاج ان انا ضبط التلات حاجات الاساسيين ان انا ضبط الاكل بتاعي ان انا ضبط العصاب اللي بتحكم في الكورون ان انا ضبط الدور الدمائي اللي بتوصل للكورون انك تغير طريق التعاملك مع نفسك ومع جسمك لان ده حاجة مهمة كان مره في مريض جايب فهو يعني عنده مشكلة معينة في ظاهره فمن من الهستر بتاعه ان هو لفي فتيرة عدجات البطنة وكان عنده مشكلة في الكورون وسافر بلا مصر عشان في الاخر اكتشف ان هو عنده كورونز الكورونز ناس كديرة جدا بتشتكي منه وده كانت ركتين بالكورون او ماروش علاج هو في الحقيقة هو قوته من مرض مناعي ولو جينا بصينا للمناعة سبعين في المية من المناعة موجود في الجهاز الضبط عشان خطر ابدأ عالج مناعتي لازم عالج الجهاز الهضمي واشوف اكلي بيدخل صح ولا غلط باكل صحي ولا لا مش معنى ان حضرتك او حضرتك بتاكل في البيت ان كده اكلك كويس واكلك صحي لكن مريد الكورون او مريد الجهاز الهضمي حاجة عصبية مثال زي اللبن حاجة مضرة جدا للمعدة لما بحاس الحديثة كلها بتقول ان اللبن حاجة مضرة لمشاكل المعدة عشان كده اي حد عنده مشاكل في المعدة ممنوع يشرب لبن لان هو بيزود مشاكل المعدة وبيزود مشاكل الكورون فالمهم المريد الجهاز بيقول انه بدأ خلاص اكتشف برا مصر انه هو عنده كورونز وانه هو بتعالج منه بياخد علاج بيولجي دي والعلاج مكلف جدا طبعا المريد الجهاز اصلا هو بيشتكم المشاكل في الرئابة وضهر طب بس قاله السؤال طب انت حضرتك اكلك اخباره ايه طب مشاكل عمودة فاقر تعتك اخبارها ايه قال لي دي حاجة يا بكتورو دي حاجة تن طبعا هو مريد بيكتفي بس انه هو بياخد ادوية غالية انه هو بتعالج برا مصر انه هو بياخد علاج بيولوجي الكورونز بس ده علاج في الحقيقة ده تصرف خاطئ جدا جدا منه ومن الدكاتر لان انا ابدأ اصلح جزء عندي من الجهاز الهضلي زي الكورون وان انا اعالج مرض زي الكورونز بيبتدي طبعا مع الادوية مهمة طبعا من رؤية الدكتور المختصر ده مريد دكتور طبيب الكورون او دكتور البطنة لكن قبل ما ابدأ اخبقر اعالج الكورون لازم بص على الحاجة اللي بتدخله لازم بص على العصاب اللي بتتحكم في الكورون لازم بص على الدم اللي بيوصل للكورون دايما المريد اللي عايز او تحباية ويخف عمره ما بيخفه دايما هيلفها عند كترة وفي الاخر ما بيخفش دايما ما بربص مشاكل ظهره ورابته بمشاكل جهاز الهضب بتاعه عشان كده كتنصحت لي ان انت هتبدأ تزبط اكلك عشان فاطر تخف من حاجتين تخف او تقلل على الاقل العراض اللي بتحسن نتيجة الكورونش ديزيز اللي بتحسن لك في الكورون والاتهبات اللي بتانتك فيه وانك تبدأ اضغط العصب اللي بتوصله من الكورون للجهاز العصر بتاعك وفقراتك تقل فبالتالي هترتاح في حاجتين هترتاح في عراض الكورون وترتاح في عراض العمود الفقر بتاعك بالاضافة ان احنا هنحلل له مشاكل للفقرات والعصاب بالدورة الدموية اللي بتوصل لده لكن في الحالة دي المريك ببقى ديه دور مهمة جدا من غيره مش بنقدر نساعده ولا اي دكتور يقدر يساعده غير عبارة عن مستكنات بس ياخد العلاج يرتاح يبطل العلاج يتعب تاني الناس معانا ولا نمت ربنا امال فيك الدكتورة دانيا ونحن نمشي منك يا رب دائما جدا ودائما نكون مع بعض طب الناس اللي مش بتمارس الرياضة اصلا هل لها علاقة بمشاكل القرون ولا لا منقولك عشان خاطر نعمل طايلة كويس او حمام كويس لازم يكون عضلات الحد بتاعتنا كويسة لان الحد نفسه وفتحة الاخراج هي عبارة عن عضلات بيحصلها انقباط وبالتالي بيكون عندها الكدرة ان يخرج الفضلات من اخر جزء القرون وتخرج من جسمنا دائما الناس عندها كون استابلتي او عضلات الحد ضعيفة دائما عندها مشاكل كبيرة جدا وده كتير بنشوفه ان الناس كتير متهتم بالتخسيس وان انا نزل وزني لكن ما بيهتمش بان انا اقوي عضلات الحد لان التخسيس او نزول الشكل مش اهم من انا يكون عضلات الحد بتاعك قوية عشان تحافز على ثبات او استابلتي بتاع الحد بتاعنا وتخلي عندي مقدرة ان انا يبقى عندي قوة عضلية معينة عشان خاطر اقدر اخرج الفضلات من جسمي وفي الحالة دائما جزء مهم جدا كتير من الحالات بنشوفهم عشان يعمل طويلة كويس بيدقق عربطنه من تحت وبيعمل انحناء الوقدام عشان يقدر يخرج الفضلات من عام وده جزء اساسي من جهاز العضلي اللي مرتبط به قوة التحكم والكنترول عشان خاطر يقدر يخرج الفضلات من منطقة المستقيم لفتحة الاخراج وتخلص منها عشان كده لما تجد تعمل مع مشكلتك الصح لازم تحل سبب المشكلة يعني لو حضرتك عندك ضعف في عضلات الحود او حضرتك عملتي مثلا مرتين ثلاثة ولادك ايساري ده اكيد عندك مشاكل في عضلات الحود واكيد هيعمل لك عدم توازن في الحود واكيد هيعمل لك مشاكل في الرحم والمسانة والعبود الفقري والام اسفل الظهر فبالتالي عشان تخاطر تحل مشاكلك لازم تعمل توازن ما بين العضلات الامامية والخافية للحود عشان تقدر تشغل القولوم بطريقة سليمة وصحيحة وبناء العليم تخف ما تخلكش طول عمرك دايما مريض وبناء العليم منعتك تتحسن وبناء العليم جهازك الهضم هي كويس وبناء العليم مش هيجي لك رمس او شد عضل يسحيك من النوم بالليل يعني كثير من الناس بيجي لها شد عضل يبتيني تشتكي منه وفي الآخر تقولي عايزين بسط عضلات او بتاخد بسط عضلات وما بتخفش وبتصحح في عز النوم من شد عضل هل دا ممكن لو احنا زبطنا جهاز العضم بتاعنا وجهاز القلب بتاعنا والدورة الدموية هخفي منه من غير علاج بنقولك ايما هتخفي منه من غير علاج عشان كده دا بنقولك غزائك دوائك يعني اكلك مهم جدا الجهاز الهضمي بتاعك مهم جدا المعدة بيت الداء المعدة بيتها من ثلاث حاجات اساسيين اللي هات اللي بتاعنا العصاب اللي بتوصل لها الدورة الدموية بتتحكم فيها دول حاجات اساسية عشان خاطر معدني امعاي قولوني يشتغل كويس وعشان خاطر اتخلص او الجهاز العصب بتاعي يكون شغال بطريقة كويسة فبالتالي لو عندي مشكلة فرقابتي وزبطت الجهاز الهضم بتاعي سواء دايما المريض اللي احنا بنقصر معي جدا المريض اللي معندهوش مشكلة عضوية بمعنى ايه؟ المريض لا يوجد فتق في حجاب الحاجز المريض لا يوجد كرحة في المعدة المريض لا يوجد ورم لقدر الله في الجولون المريض لا يوجد أعراض جهاز هضمي يوجد ارتجاع، يوجد حموضة، يوجد تفخات، يوجد إمساك، يوجد إسهال يوجد مشكلة في النفس من غير ما يكون هناك مشكلة واقعية أو عضوية معه هذا السيومسي والطب التكويني في الواقع يفرم معه جدا 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 الحاجز، المريض لا يوجد مشاكل الفرقه منك لا يوجد مشاكل فرقه من الجهاز الهضمي ولا يوجد مشاكل ما يتخلص من المشاكل الرقب وحدث وڤز المشاكل الرقبات ويدام� المزيد نايش لع Haven من الإتصال من أنكِ بارديو مما يوجد إستخدام أول واحد يمكن ان يتساعد او حضرتك ممكن اول حد تساعد نفسه وحضرتك او حضرتك ممكن اول حد تضر نفسك وما تخليش اي دكتور يقدر يساعدك باي حاجة عن طريق انك متاكل اي اكل بتشابه مية قليل بتشابه يبس كتير بتعمل رياضة قليل دايما حياتي كلها قاعدة ونايمة مفيش نشاط رياضي ولا فيه ماشي كل يوم مية بتاعتك مبادلها بالبيرسي بتاكل حلويات كتير واكتر حاجتين مضررين للقولون هو السكر والديق لبيض الناس اللي الحلويات عندها في رمضان اسلوب حياة ان انا باكل كويس وخلص اكل بروح اكل حلويات بتاعتي وبشرب عصايا كتير جدا في رمضان ملون لك ساعدتك انت بتدري نفسك جدا ومتستفدش من الصيام بتاعك وبتدمر المناع بتاعتك ودايما هتكون محتاج المسكنات وادوية المعدل والقولون عشان كده بنقول لك ان علاجك مش بيبتدي من عند الدكتور علاجك بيبتدي من نفسك وانك تدور على صحتك من نفسك عشان خاطر انت البداية وبعد كده اي دكتور ايا كانت خصصه ايه هيكون هو مساعد لحضرتك وليس الاساس طبعا توفيق ربنا وان ربنا يكون كاتب لك الشفا ده اهم وقبل اي شيء لكن ان احنا نتعامل مع المرض مش العرض ان احنا نتعامل مع اساس المشكلة مش اعراض المشكلة هتخليك دائما تتخلص بالمشاكل الموجودة عندك هتخليك انسان سليم مش مريض يارب يكون استفادنا النهاردة حاجة ونكون قادرنا نطلع بمعلومات بسيطة وسؤالها جدا ان احنا يعني كنا معاكم النهاردة ان تصدرونا لزويل قادم في حلقة جديدة ولو في مقاضية معاينة محتاجين هنتكلم معاكم فيها او نتناقش فيها بعضونا على رسالي خاصة او في الكومنتات ولعندوكم مشاكل معاينة بعضونا برضو ان شاء الله ملا تأخرش عليكم ويارب دائما في افضل صحة في افضل حال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة